الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيت نتكلم في هذه الحصة المباركة عن حكم اجتماع العيد مع صلاة الجمعة في نفس اليوم العيد والجمعة أنا نسمع أقوال غريبة وناس قاعدة تفتي بل إذا اجتمع العيد والجمعة تسقط صلاة الجمعة عجيب فتوى غريبة ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان لأن الذي نزل من عند الله جل جلاله هو وجوب صلاة الجمعة وجوب صلاة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذعوا البيع أمر واضح من الله جل جلاله آية محكمة ليست من المتشابهات يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إذا سمعتم النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فعل أمر وفعل الأمر هو طلب الفعل للوجوب فاسعوا إلى ذكر الله وذعوا البيع البيع هو لحرام عقد الزوات حرام الكلام حرام من قال لصاحبه أنصت والإمام ويخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له هذه الصلاة الواجبة أسقطوها على قال لك لأننا صلينا العيد مع أن العيد سنة العيد سنة لو أن الإنسان يتخلف عن صلاة العيد فلا إثما عليه وإنما ترك سنة هذه السنة ولا تسقط الفريضة وين صبتها؟ من أين لكم هذا؟ وإكتا كانت السنة تلغي الفريضة؟ أما لا ليصلي الشفع لوتر تسقط عليه العيشة؟ ليصوم لتنين والخميس يسقط عليه شهر رمضان؟ ليصدق تسقط عليه وجوب الزكاة؟ من يذهب إلى العمرة يسقط عليه وجوب الحج؟ وأين وجدتم في قواعد الشريعة أن السنة تسقط الفريض؟ وين صدتها؟ وإنما القصة اسمعوها باش تتعلموا وما تسمعوش لأبي خليطة ليروا يخلط عليكم دينكم ويسقط عليكم في الجمعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كين المسجد؟ المسجد في المدينة؟ هذك أصحاب القرى والمداشر البعيدة عن المدينة كانوا يجيوا بش يصليوا صلاة العيد وراء رسول الله إذا صلىوا العيد وراء رسول الله صباحا عند شروق الشمس يقعدوا يستنوا صلاة الجمعة وما يروحوش لدارهم يغافروا ويسلموا ويذبحوا الأضحية تحهم يقعدوا يستنوا بساكن لأن الصلاة وراء رسول الله عندهم عزيزة وعظيمة ومشيحة ليخلوها تصور يجوا من العوالي من القرى والمداشر البعيدة التي ليس فيها مساجد بش يصليوا العيد وراء رسول الله ويقعدوا حتى صلاة الجمعة يروحوا الصحابة على المدينة يسلموا على أهليهم يفطروا يذبحوا الأضحية تحهم يغافروا يصوروا لأقارب وهم قاعدين في الجامعة فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضوه لأنه إحنين ورحيم بالأمتهم كان يقولهم لأصحاب العوالي مشي لنسي قريبة من الجامعة يقولهم روحوا يعني مكلة سنة والجمعة تقدروا تروحوا لديركم وإن كان في القرى ينتعوا مكاش جامع لا تجيبوا عليه الجمعة مشي الجمعة تسقط لو كان قاعدوا ولذلك سيدنا عثمان في زمانه أصحاب القرى والمداشر البعيدة عن المدينة لما جاءوا صلىهم وره العيد قالهم تقدروا تروحوا لبيوتكم مكلة سنة والجمعة مشي معنتها أسقط عليهم وجوب صلاة الجمعة لو كان يبقاوا في الجامعة لو كان يبقاوا في المدينة واجب عليهم يصلوا الجمعة لا تسقط ولكن إذا ولو للقرى انت حم وليس فيها مساجد ما كانت الحالة كما احنا اليوم احنا اليوم الحمد لله تصيب بلدية كما بلدية بن وزد فيها وقيلة 13 جامع في كل قرية مسجد ولا ثلاثة في كل دشراء مسجد ولا زوج في كل مدينة عشرات المساجد في كل مكان مسجد في وقت النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء المساجد كانت قليلة جدا تعدوا على الأصابع فكانوا يجووا يصليوا العيد ويقعدوا يصنوا صلاة الجمعة فكان يقولهم تقدروا تروحوا باش تغافروا وتسلموا وتعيشوا العيد مع أهليكم وما كان لا تعودوا تولوا لصلاة الجمعة لأنها لا تجيب عليكم فهمتو ألا ما فهمتوهاش جاودك أقول لك لا لن سقط الجمعة لأننا صلينا العيد يا سبحان الله اسمع فقد صحى عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين رواه الإمام مسلم وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي الجمعة كان يصلي صلاة العيد ويصلي الجمعة بالنس نعود نقرأ الحديث رواه مسلم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة أكد سمعوا في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين في الصلاتين أي صلاة العيد وصلاة الجمعة ما لهذه فتوى باطلة؟ هذه من فتاوى المستوردة تعيس قاط الجمعة قال لك نصليه العيد ومن بعد أن تنصلوا العاصر واش نديروا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واش نديرهم؟ النحوها من المصحف النحوها من المصحف حسبنا الله ونعم الوكيل اسمه روى الشافعي عن مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلت ثم انصرف فخطب وقال واش قال؟ إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية اسمعت فمن أحب من أهل العالية يعني الناس لك نجو من القرى والمداشر البعيدة عن المدينة المنورة والتي ليس لهم مساجد للجمعة وكانوا يجيوا يقعدوا من صلاة العيد إلى صلاة الجمعة سيدنا عثمان قال لهم فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له في أن يرجع إلى قريته ولا أنتم من أصحاب العالية أنتم من القرى والمداشر البعيدة عن المدينة المنورة وينك عايش قدام الجامعة ما كاش قرية ولحمة إلا والمسجد أمام الدار لا يجوز إسقاط الجمعة بحجة صلاة العيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته